بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي في المحاضرة الثالثة من مادة دراسات سكنية متقدمة المحاضرة دي على بعض من أهم المقيس السكنية طبعا عندي مقيس سكنية كثير أول حاجة في كسافة السكن ودي بتساوي عز السكان في الدولة على المساح المقاولة بكيلو متر دي كسافة السكن دي عدد السكان في المسكن على عدد الحجرات بالمسكن نسبة النوع دي ببساطة خالص لو عايز اجيب نسبة الزقور يبقى عدد الزقور على عدد السكان وكذلك الاناس نسبة المقاولة فئة عمرية معينة يعني عايز اجيب مثلا نسبة الشباب والذي يكون مثلا في سن من 15 ل 20 يبقى أجيب عدد السكان في الفئة العمرية دي على عدد السكان الكل نسبة الإعالة دي عبارة عن عدد السكان في غير سن العمل اللي هما عبارة عن السكان تحت سن 14 ويقف من 65 فيما فوق حتى خمسة وستين سنة علاق عدد السكان في سن العمل اللي هما عدد السكان من سن 15 سنة حتى 65 سنة طيب عندي معدل البقاء وهو عبارة عن عدد السكان في التعداد اللاحق في الفئة العمرية اللاحقة على عدد السكان في التعداد السابق في الفئة العمرية السابقة يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلاً عدد سكان مثلاً سنة 2016 في فئة العمر واللي يكون 20 على عدد السكان في 2006 في فئة العمر 10 يبقى التعداد 10 سنين يبقى الفئة العمرية الفرق بينها كام؟ 10 سنين التعداد القديم تبقى 10 سنين و 10 بتاع التعداد يبقى عمرهم 20 سنة في التعداد الجديد هناك نسبة المسنين للأطفال وهو عدد سكان في فئة العمرية 65 في أكثر على عدد سكان في فئة العمرية أقل من 15 سنة بالرموز سين 65 في أكثر على سين ناقص 14 ليلة سنة 14 سنة طبعا هي كل النسبة بتاع السكان المفروض نضربها في الألف يعني تبقى النسبة من الألف فهنا بس للتبسيط لكم هنخليها في المئة طيب النسبة السابقة اللي هي بتاع المسنين للأطفال دي لو طلعت أقل من 15 سنة يبقى المجتمع ده مجتمع شاب أو فتي اللي هو زي موظم مجتمعات الشرق الأوسط ومنها مصر لو طلعت النسبة دي طلعت 30 سنة 30 أسف 30 في المئة فأكثر يبقى المجتمع ده بنقول له مجتمع شائخ جامل شيخ يعني أو مجتمع عجوز زي موظم دول الأوروب اللي لم يكن غالبيتها طبعا لو بين النسبة بين 15 وال30 يبقى ده ده طبيعي مجتمع عادي أو طبيعي طيب هنأخذ مثال على عدة مؤشرات ما اللي خدناها قبل كده المثال الأول لو أنا عندي عدد سكان في فئة العمر 5 سنين 2 مليون وده فتعداد 2006 وفي 2016 كان نفس فئة العمرية دي كانوا 1.5 مليون وفتعد السكان في فئة العمرية قص representing 15 سنة 1.8 مليون عايزين معدل البقاء نحن لسى Andre that عبد عدد السكان في المتعداد الماضي في الفئة العمري اللاحق على عدد سكان في المتعداد السابق في الفئة العمري السابق يعني ايه سمع عدد السكان في المتعدام عدد السكان فقات العمر 15 على عدد سكان في تعداد 2006 فقات العمر 5 لاحز ان الفرق بين التعدادين 20 سنين وفرق بين الفقات العمرية كم هنا 10 سنين فردا ولو التعداد 20 سنه الفرق بين الفقات العمرية 20 سنه خمس سنين وتبقى 25 سن المعدل سيصبح معدل البقاء 20% هذا معناه انه من وسط كل مئة طفل سنه سنة 2006 ستبقى على قادي الحياة منهم كام تسعين طفل لغاية ما يوصل سن الخمستاشر في كام في عام 2016 عندك مثال تاني ممكن تشوفوه وتحلو بنفسك تمرين اخر لو انا عندي بيانات عدد سكان في سن اقل من 15 سنة 20 مليون في سن 65 سنة في اقصر خمسة مليون من خمسة سنة لغاية سن 64 ستين مليون عايزين نسبتين من النسب اللي احنا قلناهم اللي هي نسبة الاعالى ونسبة المسنين للاطفال طبعا لو انت رجعت الكلام ده وطبقت المعدلات السابقة تلاقي نسبة الاعالى 41 سبعة من 10 ونسبة المسنين للاطفال 25 طيب دي بقى النسبة اللي طلع دي ده مجتمع شاب او شائخ او مجتمع عادي فكر وشوف وارجعوا الكلام اللي احنا طيب ايبقى خدنا امثلة على المعدلات او المقص اللي احنا قلناها قبل كده طيب عندنا فيه حاجة مهمة اللي هو ازاي اقدر معدل نمو السكاني من تعداد لاخر ويقدر العدد المستقبل للسكان في سنة ما غير سنة التعداد طيب عندنا اسلوبين فيه اول حاجة باستخدام الواصل الحسابي وثاني حاجة باستخدام الواصل الهنداسي باستخدام الواصل الحسابي او الهنداسي عندنا خطوطين من الخطوة الاولى باجيب معدل نمو السكان وبعدين اقدر عدد السكان في سنة معينة هنا باستخدام الواصل حساب معدل النمو السكان عبارة عن مقدار الزيادة في السكان اللي هو عدد السكان في التعداد اللاحق نقص السابق كن لضغط النموسب السكان الذي يوجد فيه مدروب زيادة طيب ي لادار التعداد الس Peng باستخدام الواصل حتى اسمت الوق cr ممكن ان اقضرهمه بالرموز ان نمو ستكون تكثر فقط ميم ماضي سين كاف اللي هو عد سكان في التعداد السابق على سين كاف مضروبة في واحد علمي طيب ده الخطوة الاولى ان انا اجيب معدل نمو طيب الخطوة الثانية عد سكان في سنة معينة يبقى يساوي عد سكان في التعداد اللاحق مضروب في قوس واحد زائد عين في نون حيث عين دي معدل ايه نمو السكان ونون ده الفرق بين المدة من التعداد الاخير ده والسنة اللي انا عايز اقدره زي ما هنشوف اللي ايه صحيح ادي تعريف الرموز طيب الحالة التانية باستخدام الوسط الهندسي برضو هجيب معدل نمو السكان ولكن هنا معدل نمو السكان يبقى شكله متغير هيبقى عد سكان في التعداد اللاحق اللي هو مثلا الفين وستاشر على السابق اللي هو وليكن الفين وستة ده القوس كله او ناتج الاسم ده هيبقى قس واحد على ميم هي العلا ممكن تكون مش واضحة بس هي عالة كل الناتج ده كله هنعمل ايه هنطرحه من واحد صحيح يطلع معدل نمو السكان طب المعدل ده استخدمه في ايه ان اقدر عد السكان في اي سنة برضو هيبقى عبارة عن عد السكان في تعداد اللاحق هنا خلي بالكواب واحد زائد عين القوس كله السنو لو شفنا اكتر القوانين عشان تبقى واضحة امامك دلوقتي لو كان عندي عدد سكان في مدينة مثلا معينة سنة ستة واتعين هو خمسة وسبعين مليون وفي عام الفين وستة تمانية وتسعين مليون عايزين معدل نمو السكاني وعاد سكان في عام الفين وخمستاشر باستخدام كل ما الوصل الحساب والوصل الهندسي هنبدأ بالوصل الحسابي طبعا عندنا الاول المعطيات اللي جاءة في التمرين سين كاف اللي هو التعداد عد السكان في التعداد القديم اللي هو ستة واتعين خمسة وسبعين مليون التعداد اللاحق اللي هو سنة الفين وستة ده تلاتة وتمانين مليون الفرق بين التعدادين عدد السنوات كام اللي هو هنسميها ميم بعشر سنوات انتليك مطلق الحرية اللي عايز تكتب بالرموز او بالكلام ما فيش مشكلة طيب هنا قادي الوصل الحسابي هنجيب اول حاجة معدل نمو اللي هو هيبقى عبارة عن مقدار الزيادة اللي هو التعداد الجديد نقص القديم على القديم مضروب فيه فرق واحد على فرق السنوات هيطلع بيساوي علامة 010 6 6 7 لو ضربت في مية يبقى انه واحد في المية و 667 من 10 تلاتة هاجيب معدل نمو ده استخدامه في تقدير عدد السكان في 2015 يساوي ايه؟ عدد السكان في التعداد الجديد اللي هو تلاتة وتمانين في واحد زائد معدل نمو اللي انا لسه جايبه في الخطوة اللي فاتت في فرق السنوات بين التعداد والسنة اللي انا عايز اقدرها التعداد كان 2006 لغاية 2015 اللي قلت 2015 مصد 2006 تطلع تسعة تسعة سنية اهي انا كتبها بالاحمر اجيب اضرب الرقم اللي هو المعدل اللي هو في تسعة يطلع رقم اجمعه زائد واحد الناتج كله اضربه في تلاتة وتمانين تطلع تسعين وتسعين من مية مليون نسمة طيب لو كنت عايز اجيب 2016 نفس المعدلة بالزبط بالسبازل تسعة تبقى عشرة تبقى عشرة سنية تمام طيب بالنسبة للقص الهندسي نفس الكلام بالزبط هي هذه التعداد الجديد على التعداد القديم هنا اعتذر القص مش باين اللي هو من المعدلة اللي فاتها يبقى واحد على عشرة الناتج كله هيبقى رقس واحد هيطلع الكلام ده واحد وي تسعة وتسعة وتمانين من عشرة الاف اطرح منه واحد يطلع المعدل نمو اللي طالع اضربه في مية يطلع واحد وتسعة وتمانين من ألف في المئة امسك معدل نمو ده اقدر بيعاد السكان في 2015 لو يساوي العدد السكان في التعداد الجديد اللي هو عندنا في الكامرين في 2006 في واحد زائد عين اللي هو معدل نمو اللي لسه جايبه هنا هم اعطنا هنا قص عدد السنوات اللي هو الفرق بين السنة اللي عايز اقدرها وآخر التعداد اللي هو 2006 يطلع تسعة عدد السكان هنا يطلع تسعين تلاتة وتسعين تسعين مليون يعني و تلاتة وتسعين من مية يعني اخترب من واحد وتسعين هنا باستخدام الوص الحسابي كان كام تسعين و سبعة وتسعين من مية هنا تسعين وتلاتة وتسعين طبعا لو كنت عايز 2016 هيبقى هنا بدل القص تسع تبقى قص كام قص عشر كده انتهت المحاضرة التالتة نبدأ ان شاء الله دلوقتي في المحاضرة الرابعة يبقى عدد المواليد الأحياء خلال السنة على عدد السكان في منتصف السنة تطلع بكام ب 12.5% معدل وفيات الأطفال للردح يبقى جيب عدد الأطفال الردح لتوفه على عدد المواليد تطلع سبعة في المية و هي جاز الأطفال حديث الولادة و معدل الإنجاب نسب سهلة جدا و مفشأ اي مشكلة حوادس طرق أعلى حاجة يليها الوفاة بسبب فيروس C و بعدين فشل الكيلو و بعدين بسبب الانتحار طبعا مش لازم يكونوا جايب من نفس الترتيب ده تمام؟ هنا سيتضح ان الوفاة بحاجة طرق كبيرة جدا بالمقارنة ب الوفاة بسبب فيروس C أو بسبب الفشل الكيلوي أو الوفاة بسبب الانتحار تبدأ يدعو الايه؟ اني متخز القرار أو اللي بحط القوانين المفروض أدرس أسباب الوفيات بحط الطرق ليه عالية وابتدي أشوف أطبق قانون المرور بحزم على الناس أحسن شبكة الطرق أعمل ثقافة مررية وانشر رعي بين الناس برضو مثلا لو لقيت ان فيروس بالرغم ان طبعا في الوقت الحالي حصل تحسن كبير جدا في هذا الملف بالذات اللي هو فيروس C إلا ان لو لقيت حاجة زي كده يجب المفروض الدولة توجي عنها زي ما حصل من ناحية فيروس C أو الفشل الكيلوي اللي هو برضو قد يكون سبب من أسباب الفشل الكيلوي اللي هو فيروس C نفسه طبعا أقل نسبة نسبة الانتحار طبعا ده يرجع لو نتكلم عن دولة زي مصر هيرجع لأسباب دينية سواء اجتماعي كده انتهت المحاضرة الرابعة وننتقد الى المحاضرة الخامسة موضوع سهل جدا اللي هو ازاي نكون جداول الحياة والوفاة وده عشان ما ندخلش في قوانين كتيرة هقول لك مثال ونشرح على المثال هتلاقي كلام بسيط بإذن الله لو انا عندي جدول زي قدامنا ده في عبارة عن جدول من صفين كده الصف الاولاني فئات العمر طبعا هنا اي فئة عمر ممكن يجيلك اي فئة تاني غير ده هنا من 60 الى 61 يعني 60 الى اقل من 61 من 61 الى اقل وهكذا غاية اخر حاجة من 50 الى اقل 66 احتمال الوفاة في فئة العمر ده 20 من مي او 2 من 10 ليه 25 من مي 30 40 60 75 ومي ديني فوق قبل الجدول ده كان قال لي ان عدد الاحياء في فئة العمر من 60 الى اقل من 64 هو 10.000 شخص وهنا المفروض من 60 الى اقل من 61 مش 64 هنا في خطأ في الكتاب نعمل جدول الاحياء نعمل جدول الاحياء على الشكل التالي الجدول ده مكون من كم خانة او كم عمود خمس اعمدة العمود الاولاني فئة العمر ودي جالي في التمرين اهيه هو العمود الاول ده طيب العمود التاني عزد الاحياء ما اعرفش فيه الا العشرة الاف اللي انا قلتلكو كان فيه خطأ في الكتاب والمفروض من 60 الى اقل من 61 مش 64 هنا 10.000 طيب يبدأ اللي عمود ده كان جايلي في التمرين والرقم ده جايلي قبل الجدول طيب وبعدين عدد الوفيات لسه ما عرفهش احتمال الوفاة او الحياة احتمال الحياة واحتمال الوفاة في التمرين بديني واحدة منه انا هنا اعمل لك اللي هو المعطى في التمرين باللون اللابني او الازرق الخفيف ده اهو طيب هنا اول حاجة اعملها يبانى عندي خمس اعمدة ادي فئة العمر وده معطى عدد الاحياء مش مديني لأول رقم بس عدد الوفيات لسه ما عرفوش احتمال الحياة يعني دهوري كله في التمرين يعني دين احتمال الوفاة والاتنين سهلين اول حاجة اعملها احتمال الحياة ده وهو احتمال الوفاة ده احداث متممة يعني مجموعهم 100% او واحد صحيح فاذا كان احتمال الحياة 80 من 100 او 8 من 10 يبقى الوفاة المكمل كام في الفئة السن دي 20 من 100 يبقى ممكن كام واحد يتوفى في هذا السن يبقى كل اللي اعملها درب 10 تلاف في 20 من 100 اكتبها 20 في المية اكتبها 20 على مية اي حاجة فيهم الثلاثة صح 20 على مية 20 في المية هتطلع كام 2000 اذا كان عندي 10 تلاف ممكن يتوفى منهم 2000 يبقى الباقي كام للسن اللي بعده مين اللي يوصل للسن اللي بعده الفرق 10 تلاف يتوفى منهم 2000 يبقى آلف السن اللي بعده كام 8 تلاف نفس القصة يبقى 8 تلاف هيتضرب في احتمال الوفاة اللي هو 25 خمسة وعشرين خمسة وعشرين من مية يبقى 8000 في 25 على مية تطلع كام بألفين او مطرح الالفين من الثمن تلاف يديني كام اي ستتلاف الستتلاف احتمال الوفاة كام تلاتين من مية او ثلاثة من عشر يبقى ستتلاف ثلاثة على عشر تطلع 1800 يبقى ستتلاف نصف 1800 اهي تطلع كام 4200 وهكذا يطلع الرقم ده اطراحه يطلع ده يطلع الرقم ده اطراحه منين يطلع ده اخر حاجة اضرب ده في 75 مية الالف وثمانية يطلع 756 مش محتاجة اطراحه تاني لان انا خلاص وقفت هنا مش عايز اي فئة سنية اخرى ده باختصار جدول الحياة والوفاة ده زي الجداول مثلا اللي هي شركات التأمين ممكن تستخدمها انه مع كل محتمال الوفاة بيزيد كل ما بيقولوا ان الخطر التأميني بيزيد وبالتالي بيرفع قصة الايه التأمين اشتركوا في القناة